هذا وقد أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين هذا الحدث الضخم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ وذلك من خلال تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة في هذا الشأن تعتمد الخطط على استخدام التكنولوجيا الحديثة وعناصر شراطية ذات جاهزية واحترافية كبيرة لإبرز الوجه الحضري للبلاد تتجه أنظار العالم إلى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخي كوب توينتي سيفن بحضور ما يقارب من سلسين ألف مشارك يمثلون مئة وتسعين دولة من بينهم قادة دول ورؤساء حكومات وممثل منظمات دولية بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من أمن واستقرار وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية أمنية شاملة تضمن التأمين الكاملا لمدينة السلام شرم الشيخ فمنذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولية تتجسد أمامنا مظاهر الأمن والطمأنينة لتتيقن أنك في مدينة السلام منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الأشخاص مع مراعاة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر للشرطة النسائية متميزة خطة أمنية ترتكز على أسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الأمنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لأداء المهام الموكلة إليها بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية ونشر الأكمنة الثابتة وأقوال أمنية متحركة ووحدات للانتشار السريع وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الأمني وإنفاذ القانون وحماية الشخصيات الهمة والوفود المشاركة وكذا تأمين المناطق السياحية تكسيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال وتحديد خطوط سير بديلة مع تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية متابعة دقيقة وشاملة لكافة أنحاء مدينة شرم الشيخ بمنظومة متطورة يتم إدارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الزكاء الاصطناعية ووضع سيناريوهات أمنية متعددة للتعامل مع مختلف الأحداث وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكلفات المختلفة الرؤية الأمنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخية يقوم على تنفيذها عناصر مضربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللوجستية حيث انطلقت جهود القطاعات الأمنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيق الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من أمن وأمان اشتركوا في القناة